مرحبا بعد الفيديو السابق اللي قلت لكم انه استدعاء الردود اللي خارج الصياق وخارج المعنى اللي سبقت اول حلقة من بودكاست هام الجاد على يوتيوب تليفزيون العربي قلت لكم بوقتة انه فعليا كان هيدا الفيديو وكحابب يكون واحد يشرح فيه سابق الانقطاعات مؤخرا سابق انه حكينا فيها مرات بس يمكن اليوم فيه واحد يحكي شوية زيادة عنا ولاش السنة الاخيرة كانت يعني حاملة معها شوية صعوبات بتخلي الواحد ما يقدر يكون عنده نفس الاستقرار بالعمل يعني هلا رح نحكي القصة ولكن بنفس الوقت بلش من حلقة إيلان بابي اللي بشكر الكل اللي علق عليها تحاول سهل شوية الموضوع على الناس اللي رح تلاقي يمكن صعوبة شوية تلاقي وانوي البودكاست بتفوت على يوتيوب نظمت شوي التشانيل اللي نحنا فيها بعد 4-5 سنين من الشغل عليها من جهة البلايلست يعني اللي بيفوت على التشانيل اللي بعدها ما تركي على اسمي أسهل شي واحدا بش عليها جاد غصن بيقدر يفوت على البلايلست بالبلايلست حطيت البودكاست اللي طلع مجموعهم حوالها 96 حلقة مصورينا ببلايلست لحالة الكليبس اللي هوا مقتطفات من هاي دي الحلقات كمان صاروا لحالهم الريبورتس ودوكومنترز يعني حتى في الوثائقيات اللي شغلها وبعض التقارير اللي شغلها أيام تلفزيون جديد محطوطة هونيك هي عن تشانيل تلفزيون جديد بس أنا بس ضم لبلايلست وفي بودكاست هامس جاد غير بودكاست الرأس والمال كمان اللي 8 حلقات صارنا عاملينهم مع تلفزيون عربي كمان فيكم تلقوهم ببلايلست فنظمت العملية حلقات هامس جاد حطيتها بمحلين من نفس الوقت ببلايلست البودكاست اللي دجا راح نقلنا بـ 95 حلقة بنزيد الحلقات اللي راح تصير على هامس جاد هيك بكملوا مجموعة البودكاستات وبنفس الوقت ببودكاست ببلايلست الحالة اسمها هامس جاد فيكم تفوتوا عليهم تشوفوهم كلهم آخر هيدا الفيديو بيعونيكون ريدايركشن للحلقة مع إيلان بابيل بتمنى تحضروها وتعطونا رأيكم فيها وبس بخصوص هيدا الموضوع طيب القصة الغيابات كنت أنا سابقا حكيت عن القرف اللي بتصور مش لحالة مارئ فيه من الواقع السياسي بالبلد وصعوبة التعامل معه لهيدا الواقع بمضمون له معنى وما بيخدم التركيب السلطوي اللي قام بالبلد بين ائتلافات 18 و 14 وخطابياتهم اللي بتغزي عصبيات من دون أي فعل سياسي بما أنه الدولة متحللة والسلطة معطلة وبطء مجريات للحياة السياسية بالبلد بنتيجة هذا التعطيل لأنه خلص سياسينا سلطة سيسي كلها من الشمالة ليمينة يعني سلم أنه نحن بطلد كل تاريخهم لهو الزعماء اللي خلقوا بنتيجة الحرب الأهلية ومفاعلة بعد الحرب الأهلية تسليم القرارات الكبرى للخارج وكل واحد بيستزلم ما بياخد طرف عند جزء من هيدا الخارج تيحمي حاله وقتها تصير هالتسويات الخارجية وبالتالي بالوقاعة اللي خاصة بالمجتمع اللبناني هن في انسحاب كامل من أي مسئولية وإذا واحد بعينهم مسئوليتهم الوضعية يعني الواقعية بفعل أن أنت خي وزير أنت نايب حتى لو أنت بتسمعنا السياسي مسلم المسئولية لقوى خارجية بمجرد ما أنك بتشغل هالمواقع أنت عليك مسئولية بيكون مثل عادة دايما الجواب كتير بسيط وسهل أنه أنا ممتاز بس الحقها هيداكي أنا إذا بدكم نشيل القارمة اللي نحطت على الطيار الوطن الحر بقصة ما خلوني هي مظبوطة ولكن هي معممة على الكل إذا بتسمعوا خطبيات كل واحد منهم لحاله أنه بيحكوا نفس الحديث يعني حزب الله بيقول أنه أنا الوحيد المشترك بالسلطة هو دي كل طواقف وكل واحد بنته حصة وأنا مجبور فيهم لو مغاك كنت يا لاطيف شو بقدر أعمل طيار المستقبل طبعا نفس الحديث يعني إعادوا صياقة التاريخ ليوحوا أنه رفيق الحريري كان عم بيواجه سوريا كل الوقت وده كان في لبنان وده كله مش مظبوط يعني بس أنه هو كان بده هني ما خلوه ورجع بعدين سعد الحريري كمان بده بس هريك ما خلوه القوات هلعا عم طريد إنتاج نفس الخطاب أنه هني التمام بس المشكلة بهودي كان انسحاب من أي مسئولية لأي موقع مسئولية شغله أي وحد من هوله وتعطيل للسلطة ومفروض واحد يجي يحكي أنه شو وضع البلد فيه كرر نفس الأحاديث بس تما واحد يصير ممل وعم بيكرر نفسه صار بيلاقي واحد صعوبة يخلق حلقات منتظمة يعلق فيها على أصص إلى معنى لأن فيه وعد يعلق على كرس بلا معنى بتسلي يمكن هذا واحد يتسلى فيها بالأيام الجاية تو واحد يكون عم بناش أي شيء معقول عم يسير بالبلد ولكن أثرت على نفسي أنه خفف من هول قصص لسلامة النفسية ولعدم جدوى هالنوع من الخطويات هذا شئ من أسباب المقطع ثاني شئ هو ظروف حياتي اللي أطعت فيها ده آخر سنتان ثلاثة اللي بس استعيدوا لأنه نفسي بحس أنه كانوا سنتان حافلتين أخبار جزء مننا جاية جزء مننا سيء ولكن بجميع الأحوال كانت كسيفة وعلى الرغم أنه بعض هذه الأحداث هي أحداث سياسية عفوا غير سياسية أحداث شخصية في كتير محلات كانت عم بتراكم عندي هذا الشعور بالقرف من الواقع بالبلد باختصار اللي أطعت فيها هول سنتان ده سننحطكم بالجو يعني بتصور ببداية الفام واثنين وعشرين أنا وكباتريسيا اللي كانت بوقتها خطيبتي صارت مرضي حطينا موعد الزواج تبعنا بأيلول من هذه السنة وبعدها بفترة صغيرة كتير بيحكيني شرب النحاس لأترشح على الانتخابات فتزي من وهول الحدثين اللي بدهم تحضير فبلشت السنة بموضوع الزواج بالنتيجة التأخر بكل موضوع الانتخابات وقت عرضت علي إذا آي ولا لأ وقراري بخصوصها أخذت الانتخابات بتصور شهر شهر ونص مش أكثر من هيك شغل ولكن مع تبعاتها بتكون شوي اتقال هالشهرين ورجعنا فتنا بتحضيرات العرس تجوزنا بأيلول بعدها يمكن بنحو شهر عرفنا أنه مرت حبلة وكان بين الانتخابات وبين الزواج كان فيه تحضير النقلة على البيت اللي هو كمان حدث ولا حراج بس هوا كلهم كانوا أحداث إيجابيات واحدة وراء الثاني بس هاك ضغطين على الواحد من كفين شغل مع تداهور الوضع السياسي بالبلد بشكل لافت بأوائل الآلفان وثلاثة وعشرين سنة الماضي بيصير فيه اتصال تليفزيون العربي فيه وبعدين بيصير فيه شوية حديث لأنضم لتليفزيون العربي وبنتيجة اللي صار التجربة السابقة واللي أنا بحمل مسؤولية إنه واحد ما عامل الريسرش الكافي قبل ما يخوضها بوقت تليفزيون الشرق وكيفية تصرفهم بعدين صار عندي حاجة ضرورية يعني حاجة إضافية لواحد يزيد الريسرش قبل البحث قبل ما يقول اي ولا لا وبالفعل بعد ما تبعت التليفزيون لفترة من الوقت وتغطيته والمؤسسات الرديفة لقله اعتبرته سياسيا جدا ملائم على القليلة بالمجمل ما في شي بيجي كامل ما في شي بيجي متطابق تماما بس لتطلعاتي وغيره ولكن هذا الأمر كان بيستدعي نسافر ويصير بحالة سفر دائم يعني بين لبنان وبين قطر بين الدوحة وبين بيروت وهيدا الشي اللي كان مفروض يصير ب أوائل شهر أربعة من سنة الماضي ولكن بأواخر شهر ثلاثة قبل بفترة قصيرة على أنه كان مفروض تبلش بسافر على الدوحة تبلش شغل بيبين أنه فيه أمي مع كانسر فعني كان خبر صعب وأجلنا الشغل أجلنا السفرة شوي أدمن بيقدر الواحد وكانت بوقتها مرت حبلة وفتنا يعني بكثير متغيرات بمع بعضها بشهر خمسة جيت على الدوحة وصرت يعني جزء من الوقت باللبنان جزء الوقت من الدوحة بحين مرت الحبلة اللي ولدت بشهر ستة فصار في عنا صرنا ثلاثة بالبيت مع عدريانا وبين مرض أمي طبعا بي معا بالبيت وأحد بيروحه بيجي فهيدا الواقع على الرغم من أنه يعني بتصير مش لحالة بتصور لا بهالعالم ولا بهالبلد اللي عنده حدا بيعزه ولا بيقرب وبيمرض ولكن ما قدرت يعني أفصل تماما الموضوع الخاص عن الأرف من البلد من سياسة البلد للآخر لأنه على الرغم من أنه السرطان بيصيب يعني بعض يرات واحد يعرف كل تفاصيله هذا من وان بيجي وكيف بيجي ولاش بيجي ولكن اللي بعرفه واللي بتذكره هلأ لأنه هذه قريط عنا من شيء ثلاثة أربعة سنين لورا بالصدفة أنا عم بقرأ أنه السرطان بلبنان تحديدا هو من النسب الأعلى بالمنطقة كلها وهيدا الشيء أنا برأي بنتيجة الفلتان العام وهالغاب اللي عايشين فيها من الأيام الحرب الأهلية اللي ما بنعرف شو ندفن تحت الأرض منعرف إدياش كان يصير فيه تجارة نفايات وتجارة مواد كيميائية للميليشيات تطلعوا أرشان بجابوها على البلد من قبل أترفضوا يتخلصوا منا يدفنوها تحت الأرض لا وين اتعمروا شركة كهرباء بين البشر بين الناس الساكنة لا شو صير في أصف لمواد ما بنفهمها لا بعض الحرب والفلتان كمان لغياب دولين في الميليشيات تركبوا كرافتات وصاروا حاكمين البشر بجهل وبانعدام أي معيار أخلاقي لأي شي اللي كان يقتر على الهوية اللي بده يجي يهتم بالصحة يعني لم نعرف شو عم نشرب مي وشو فيه بهالأرض المجرير فات بالمياه الجوفية اللي بنشربها على شو فيه مواد سامم حطوطها تحر لم نعرف الزرع طبعنا شو بينرش وشو ما بينرش المهم تكبر ونبيع ولا فيه أي رقابة لم نعرف الأكل كيف بيتخزن لم نعرف الدواء كيف بيتصنع لم نعرف بشي يعني اللي هو طبعنا ملوس الموترات يعني ما في مننا بالعالم كل حيان ثلاثة في زعيم مافيا بيركب موتر بيسكر الحيا إنه هذا قلو ممنوع يجي موتر تاني غيره تم حدا ينافسه وغير سترس لحاله هولي كل الظروف يعني بين شو بتاكل شو بتشرب شو فيه بهواك شو فيه بتفاصيل حياتك اليومية مع سترس طبعا ما بتعرف بكرة إذا بتبقى عيش ولا ميت خصوصا بفترات يعني مش كل الوقت هيدا البلد كله سوا يعني بيخلق لك سترس ده من جانب هو كله فواحد ما بيقدر يفصل للقرف الشخصي عن القرف العام وشعوره إنه دام صايب بتصيبه حياته الشخصية الواحد قداش عنا سلطة سياسية فعليا في استهزاء بحياة البشر بحياة اليومية تبع البشر بحياتهم على الصعيد الصحي وغياب الرقابة أحوال المستشفيات أحوال الطرق وين من حط لكم شركة جهرباء وين من كبس بلتنا بين البشر شو بدي يحكي الواحد حالة القرف منه تعبير بيقدري يوفي الشعور وتجاه هول عالم لأنه في شعور مش بس بالقرف بمعنى واحد بيقرف نواقع في غضب على ناس فعليا بتستهزئ بالبشر بكل بساطة قنون للمستأجرين مفوتين العالم بعضا فيما بيقروا شي شي لا يعني بقى نفس واحد يحكي الحمد الله كان فيه هذا شي يترافق مع انهيار كمان على الصعيد المادي يخترب بيته لو ما هاملين لأمه والأمان يغطوا 90% من الأمور بيضال فيه قصص بس انه بشكل عام ما فيه واحد يشكي نسبة لغيره فعليا اذا هيدا المرض بيصيب اي عائلة وما عنده نقدر يعمله انشورنس بيخترب بيته للواحد رسميا بسنة بسنة انه فعليا نص بالمستشفى غير العلاجات والكيموترابي وبعدين الميونوترابي وغيره رغم كل هولي بالآخر توفت الوالدي من شي شهر وكانت مرحلة صعبة لا شك ومؤرفة وما قدرت افصل هيدا الارف تبع البلد عن هالحال الشخصية واده الشي اللي كمان خلاني انه شو الى معنى شو الى معنى واحد اساسا يحكي طالما لحاكم البلد شرعيته ما بتتعلق بالحكي وبالمنطق الحكي وهالقصص انه في مجتمع هم بناقش بالسياسة وبيختلف من بعض وبيحكي انا اللي بيحكي وبيحكي غيري اللي بيحكي والناس بتقرر انطلاقا من شو بنسبها مش هذا واقعنا بالشكل منحب نقول عن حالنا بالشكل نحنا منبين في قسم كبير من اللبنانيين بيتمنى انه يكون هاك بس الواقع منه هاك قدمة واحد شاله حط الواقع الحقيقة منه هاك نحنا مجتمع باغلبه وانا بلاقي هذا الصراع القائم بالبلد هذا الصراع اللي شفناه بالمظاهرات طبعا 2011 2015 2019 وغيره هو صراع بين مجتمع جزء منه قبلي ما عبيلته شو ما عملت هالقبيلي تناقضات كل يوم أنا أنا وعاعدة بنظم شوية بالشانل جات عمشوف شوية التقارير شغلة من عشر سنين تناقضات 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 شو بتأثر على الرأي العام بتأثر بس ببطء شديد وانا برأيي بتأثر كتير قليل بناس بتغير رأيها التغير اللي عم بيصير بالبلد هو تغير بجيلي انه في ناس بتموت وناس بيجي محلهم هول الناس اللي عم بيجيوا محلهم علاقتهم بهذا المجتمع القبلي خصوصا بالمدن للروابط القبلي ما بتقدر تلقط الرأي تبع الانسان من هو والد وتحصره بشو الممنوع وشو المسموح ويفرضوا عليه سلة مقيمة مثل بالأرياف انه بتضايعة واحد اذا واحد بتضايعة اشترى سيارة بيقعدوا شهر يحكوا بموضوعه ليش جيبه وكيف بيجيبه وقالوا من وين قالوا معه المصريات وحلوة ومش حلوة يعني هيدا الواقع بالمدن بيصير شواء في تحرر من ضوابطه وبين بفل من البلد وبيجي بس هيدا كله عم بيرجع ينفس بالهجرة اللي بترجع هالاجيال المختلفة اللي معقول تجي برؤى مختلفة بتقرف وبتفل وعاك الحال هيدا حديث نرجع نحكي فيها راحقا بس هيدا الواقع القبل اللي عايشين فيه بصير شو شو قلو معنى الحديث معه واحد مقرر الصح والغلط قبل ما يقرأ وقبل ما يحضر وقبل ما يعرف شو بده يصير فيه اخبار وبنفس الوقت بده واحد يشد على حال ويبقى مش فائد الامل لانه ساعة شو قلها معنى انا كلمة فائد الامل بحس شو قلو معنى متعمل شي بحياتك بس هيدا التغيير البسيط بصير كمان لهم بس هيدا صراع كل يوم بده واحد يخوض فهول صاروا معنى اخر ثلاث سنين اخر سنتين فعلي هول اسباب الانقطاعات اللي جزء منا بعض مكمل بس بلاقي واحد ردة الفعل الوحيد الممكن عنده تجاه هيدا الاستهزاء بقيمته كانسان وحياته كبشر عايش بهالدني من قبل زعماء بيضلوا نظروا على البشرية قداش هن مهمين وللأسف في ناس بعد مقتنع الشي الوحيد اللي بينعمله مواجهته من خلال شغل بقدر يشتغله انا اما عم تقطع بهذه المرحلة ساقبت عم بقرأ شغلي ردتني على هومر وانتبهت لشغلي انو نحن سارقين من هومر بتصور بالعربي هوميروس احد الفلاسفة الاغريق الاوائل والكتاب الشعراء الاوائل رياله شغلي يمكن عمره 2500 سنة اكتر سارقين منو تعبير عن الاكترية الصامتة اللي دايما نستعمل انو وقت الانتخابات انو بتبين الاكترية الصامتة ما بينزل عن مظاهرات بعدين مع قصة السوشال ميديا استخدام الفعلة الاكترية الصامتة جاي هالتعبير مأخود من هومر اللي بكتاباته ما بيعني فيه ابدا هدا المعنى اللي بنستخدمه اليوم عن الاكترية الصامتة اللي بيعنيه بوقت انا بيعنينا اكتر نحن كلبنانيين كشارعية من وين بتجي شارعية اي واحد مثل حكاية اما مثل غير لو بيختلف معي بس عنده نفس الهدف بالاخر انو يطلع من هذا الارف اللبناني اللي بيبرم علينا برمت الاكترية الصامتة باستخدام هن الموت هول اكترية الصامتة اللي مات وانا برأي الاكترية الصامتة بربنان هول اللي مات حتى لو مات ب باسم احزاب ميليشيات تنعين بقضاياهن المختلفة شرعيته بتجي من هول عالم اما اللي ماتت موت طبيعية بمرض لا ناس ماتوا بحروم هن اختاروا يفوتوا فيها نتيجة انعات عندهم اياها اللي بيموت بتفجير بتنحط بكعب سيارة هو كلهم اذا بس يعني بيشهدون بحدا بيشهدون على شو رجع صار بعد موت مبعرف شو بيكون رأيهم اللي ماتوا بالحرب اللي ماتوا بعد الحرب واللي عم موتوا كل يوم انه اخر شي يصير لقبور لقبور العالم والشهداء قبور الشهداء وقبور بقيت الناس هم تستخدم بس عطبة بيطلع عليها الزعيم انتا يطلع درجة ويقدر يقف محل عالي يحكي مع البشر بشرعية هون على كل حال الفيديو مش كتير مفرح بس ان شاء الله بالقيمات الجاي بيرجع واحد بيكمل النشاط في عنا البودكاست هام الجاد بلشنا في في بودكاست تاني رح نكون انا وثلاث اشخاص اصدقاء منعلق فيه على المنتج اللي بيطلع على طفرة المنتج اللي بيطلع على البودكاست العربي بشكل غالب اكتر من البودكاست بشكل عام ومنكفي بالرأس والمال ولو مرة بالشهر مع كثرة المشارية صارت صعبة يكون فيه انتظام اكتر من هيك ومنكمل معكم هذا بالتعليقات عن ما يمكن التعليق عليه من هذه الحياة اللبنانية الجارية